وقعت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه على عقب إسناد مشروع تطوير المسار الغربي بميناء الصور بتمويل من المؤسسة التنموية العمانية للغاز الطبيعي المسال يهدف المشروع لتنشيط الحركة السياحية والرياضية بولاية الصور وتطوير مرافق الميناء وقع الاتفاقية سعادة المهندس يعقوب بن خلفان البوسعيدي وكيل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه للثروة السمكية